اشتركوا في القناة وقد أعربت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة عن سعادتها بتنظيم هذا الملتقى الخليجي الثاني للمكفوفين الذي يساهم في تنمية وتطوير برامج رعاية وتأهيل المكفوفين المتنوعة ورفع مستوى الأداء فيها ورسم تطلعات المأمولة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة ونوهت بالدعم الذي تليه القيادة الرشيدة من خلال براكز الرعاية المختلفة التي تقدم جميع أنواع الرعاية والاهتمام لحاجات هذه الفئة لضمان حقهم في الحياة الكريمة وجعلهم أفرادا مؤثرين متسلحين بالمهارات والمواهب ومفعمين بالإيمان والثقة بالنفس للمساهمة بإيجابية في تنمية المجتمع وخلال حفل الافتتاح ألقى رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى سيد حسين حيدر الحليبي كلمة أشار فيها إلى أن المعاني الهادفة التي شملها شعار الملتقى والذي تم اعتماده منذ الأول من يناير 2014 نظرا لما يمثله من اعتزاز بما تحمله فئة المكفوفين من محبة وإرادة ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب في قضايا المكفوفين في الخليج العربي وإثراء المعلومات والمعارف لديهم وذلك من خلال عدد من الفعاليات وورش العمل التي تهدف إلى تقدير الذات والمساعدة على التغيير الإيجابي وكيفية اتخاذ القرارات وإدارة المشاريع لفئة المكفوفين إضافة إلى برامج مشتركة مع الجمعية البحرينية للعمل التطوعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر